بعث صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني وإعادة انتخاب فخامته أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثانية وقد عبر سمو رئيس الوزراء في برقيته عن خالص تهنئه لفخامة الرئيس الصيني على هذه الثقة التي تعكس قيادته الحكيمة وما وصل إليه البلد الصديق من تقدم وازدهار في كافة المجالات مشيدا سموه بما وصلت إليه العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وتطورها في مختلف الأصعدة متمنيا لفخامته دوام التوفيق وسداد في أداء مهمه تحقيقا لتطلعات وآمال الشعب الصيني الصديق في الرقي والتقدم ترجمة نانسي قنقر